السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم اليوم راح نساوي رسمة الشجرة طبعا من نساويه على الغرزة الخلفية نشتغل متل ما بتحبوا انتو تكبروها تزغروها بتكبر بتصغر معكم متل ما بتحبوا بتضلوا للاخر الرسمي مثلا الكنزة الجاكيت للاخير بتضلي بتزيدي الفروعة من هون ومن هون بتحبي تختصرية مثلا هيك كمان فينيك متل ما بتحبي انا رح فرجيكم الخطوات وانتي بتحكمي فيها متل ما بتحبي طبعا هون انا مبتدية على من هون خمسة عشر من هون خمسة عشر وهذا انتي متل ما بتحبي انا هي مصدرة وهون ثلاثة اماميات في موديلين ياب خليون هالثلاثة الاماميات يطلعوا معي للاخير ياب بساوي متل هون بطلع فروعة بتركها على غرزة وحدة بالطريقتين حلوة رح نبلش نحن وانتو سوا اولا رح نشتغل خلفية كتير هلا بتشوفوا انو بس بدا تركيز ما اكتر شي هلا عم نشتغل خلفية هلا بنطلع فرعة قبل ما نوصل للاخير بغرزة بدنا نجيب هاي الغرزة لهون وندخل الغرزة الخلفية بس ما يتغيروا معنا الغرزات طبعا هاي بدنا نشتغلها امامية بفينك تشتغليها من اي اتجاه بتحبيك هاي الغرزة الامامية هون صار عنا هلا وحدة خلفية وهلا بنكمل السطر طبعا رح خلصه وبرجع وهلا انا خلصت دور الخلفي برجع مرة تانية متل ما شدو صبايا قبل ما وصل على الاخير بغرزة كمان بدي يجيب هاي لهون عشان بعد الفرعة ودخل وحدة خلفية انا هلا عم طلع فرعة من الشجرة وهلا بعد ما عملت انا هذا السطر واشتغلت هون اتنين بطلع وحدة هون كمان بعملها امامية عشان بيطلع فرعة بعد منه هلا الدور الخلفي كمان ما في شي صبايا رح خلصه ونرجع هلا نحن وصلنا على السطر التالت نفس الشي صبايا بنا نرجع نظل نكرر لتبعد معنا الغصن شوي هلا برجع بدخل غرزة هاي الامامية بتظل امامية والخلفية بظل خلفية صباياها كنت انتبهوا صار معي هون ثلاث غرزة هاي متل ما شايفينا صاروا معنا هون ثلاث غرزات هون اتنين من هالاتجاه بدي يطلع كمان فرعة من الاتجاه التاني بدخل الخلفية وبطلع الامامية لورا هلا دخلت غرزة خلفية وغرزة الامامية راحت للاتجاه التاني هلا من هون عم تطلع معي فرعة ومن هون بتطلع معي فرعة هذا اللي عملته هلا انا بدي يكرره سطرين وارجع فرجيكم كي بنطلع الزهرات هدوني لانو هدا صار تكرار هلا اسا بيدخل من هون غرزة ومن هون بدي ياخد غرزتين مشان يبعدوا عن بعض برجع فرجيكم كي بننسوي الطابات انا بس اشتغلت دور امامي بخلف الكاميرا صاروا معي اربع غرزات خلفيات هوني هاي راحت للاتجاه هون هون صار معي غرزتين خلفيات راحت هاي للاتجاه هاي كل دور بدنا ندخل صبايا غرزة من خلفية للداخل من هوني بدنا ندخل غرزة مشان تبعد معنا الفرعة هاي هلا قبل ما نوصل بغرزتين هاي بدي يدخلها هون بدي اعمل طابة هاي ثلاثة ما بناشغل فيها هلا هون غرزتين خلفيات هون انا هون بدي اعمل طابة من نفس الغرزة بساوي خمس غرزات انا شرحها هيك في رسمي مثلا بترجاعي هوني بتشتغليه هذون الخمس غرزات تشتغليه انا عم بشتغل ع خيط صيفي لانو الدنيا صار هلا بتجي ع الصيف مو صوف عم بشتغل ع الدي امسي هلا هون صبايا بسحبه متل ما شايفين بدون شغل بشتغل اخر غرزة بعدين بنزلون عليهم وحدة 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 تنتي تلاتة اربعة لانو انا ساوت خمسة وبشد ايدي وهلا انا هون عندي غرزة خلفية اسا بدي طلع على هاي سويا متل هدوكة الجدلة دخل الخلفية ورجع الامامية بها الطريقة هاي الخط عم يمشي معي مشا يبين بجنب الحبة الزهرة متل ما شايفين هون صار الخط بيضل يمشي معي هيك هلا بشتغل الخلفيات هلا انا هون ساويت وحدة متل ما شفتو هاي هدوني بيضلوا معي للاخير لنهاية الرسم بيضلوا معي سوا هلا هون انا بيطلع هوني مثلا الزهرة من جوا بجي لهاي الغرزة بيشتغل فيها صلايا واحدة ثلاثة بلف الخيط هاي الخامسة هون اشتغلتها من جوا شان تشوفوا الطريقتين برجع على الدور الخلفي بيشتغلها خلفيات انا الخيط معي تخين بكفي مرة واحدة الخيط ناعم عملوهم مرتين يعني روحوا بتاعهم مرتين تتبيز زهرة حلوة هون بسحبهم متل ما عملنا بهديكي صبايا سحب لاخر غرزة بيشتغلها وبعدين منزل فوق منا الغرزات كلاياتهم هنطلع هون زهرة تانية واحدة من برة واحدة من جوا بعدين بشد خيطي كمان قبل ما اوصل لهون بيطلع دخل غرزة خلفية مشان تبعد الفرعة معي برجع بشتغلها خلفية بشد الخيط طبعا بشتغلها هاي امامي وبتابع سطري الخلفي طبعا ما في شغل الخلفية خلفية والامامية امامية هلا متل ما شفته صبايا عملت وحدة من هون وحدة من جوا الدور البعد منو بيضل انا اخد دخل غرزة الخلفية من هون ومن هون حتى وقف مسلا على متل ما شايفينهم هون صبايا حتى وقف مسلا على اربع حبات خمس حبات متل ما بحب مرة بعمل الحبة قبل منا مرة من جواتها مرة من من برة مرة من جواتها هيك حاشتها ببعدين باختصرة خلاص انتهت بكون بطلع فرعة جديدة هاي هلا هون الفكرة تبعيت هلا هاي رح اعمل السطرين وبرجع لكم. وهلا كمان صبايا متل ما شفتوا هلا قبل بغرزة هون قبل بغرزة بقنا نطلع هاي وندخل هون هون عم نطلع هون هاي الغرزة هون بالاتجاه التاني بنا نعمل وحدة متل هاي نفسها نفس المبدأ هون هيدا هون الحبات نفس المبدأ كلات ومن حبة وحدة بنطلع خمسة بنرجع بنعملها متل ما شفتونا نفس المبدأ صبايا بشتغلها خلفية الخمس غرزات بناخدن هيك سحب اخر غرزة بنشتغلها وبعدين من ننزلو كلو تنوصل لاخر غرزة نظلوا واحدة هلا بنرجع بنشد الخير بنشتغل اول شي انا دخلت الغرزة الخلفية بعدين اشتغلت انتو فين كنت بعضوا عن بعض تقربوهم متل ما بتحبوه المهم انا عم فرجيكم المبدأ فين كون انتو تحطوا متل ما بتحبوه يعني وحدة هون وحدة هون وحدة هون وحدة هون هاي المبدأ تبعا هون متل ما شفتو كمان صبايا ما شرط نطلع دغريم قابلة وفينا نطلع واحدة اول شي بنطلع هاي لبرة طبعا بنشتغلها خلفية والامامية امامية بتضل معنا وهون ازا حبيت بطلع حبة تاني من هاي الغرزة بساوي متل هديك خمس غرزات ثلاثة اربعة خمسة متل رفيتو مسحابون هيك ساحد نشتغل اخر غرزة وبنزلوا بشتغل بعيد السطر الخلفية خلفية والامامية امامي متل ما شفتوها صوايا ظن وضحت عليكم الفكرة انت بتتحكمي بالحبات وين حابة تطلع يوم حابة هيك حابة وحدة هون قبل وحدة بعد مسلا هون ايسا بتطلع الفرعة قد ما بديك بتحطي اربع حبات خمسة بعدين تكوني انت قبل ما تختمي هلا طلعنا من هون بنطلع وحدة من هون ووحدة من هون هدوني متل هون صوايا تطلعوا انتو هيك بعد ما بتشوفي اشتغلتي مثلا هلا هون ايه بعد دورين منطلع متل ما طلعنا هاي واحدة من هون بعد دورين منطلع وحدة من هون ما شرط يكونوا مقابيل بعض كل ما اختلفوا متل هلا انا معاملة هون هون ليكوا صوايا هون وحدة بعد مننا بدورين هون بعد مننا بفترة طويلة طلعت هون بعد مننا طلعت هون وهيك المبدأ انتو عرفتو وسهل بإذن الله يعني ليكوا هاي الفرعة واضحة عليكو ان شاء الله تكونوا شفتوها سهلة ومانا صعبة واهلا وسهلا فيكن وان شاء الله بشوفكن برسمة جديدة الفيديو جديد لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتوفعيل الجرس مشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا والسلام عليكم اختصر كلا شكرا